بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع نكمل ما بدنا في النص الشعري الرياضة وهذه هي الحصة الثانية لهذا النص الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثالث المادة اللغة الخالدة الموضوع النص الشعري الرياضة الجزء الثاني أو رقم اثنين اسم المعلمة وفا عبدالعزيز اليمني ما زلنا في الوحدة الخامسة من كتاب لغتي للصف الأول وهذه الوحدة كانت تتكلم عن البيئة وتتكلم عن أمور أخرى وهي الصحة وما يتعلق بها حتى يكون الإنسان ذو صحة جيدة ومعافا كما قلنا لكل أمر في الحياة خطة وهدف لا بد أن نسير عليه حتى نصل إلى النتائج المرجوة ونحققها بأقصر وقت وجودة عالية هدفنا أو أهدافنا لهذا اليوم سيكون المتعلم بعد نهاية الدرس قادرا على فهم النص الرياضة وتحليله وتذوقه ونقده إذن نستطيع أن نفهم هذا النص ونستطيع أن نفهم ماذا قصد الشاعر بهذا النص وكذلك نتذوقه أي لعبارات أجمل وممكن أن نضع عنوانا آخر لهذا النص أيضا من الأهداف الأخرى وهي حل التدريبات المتعلقة بالنص سبق وأن أخذنا التدريبات كانت في الصفحة 73 و74 الآن نكمل ما بدأنا لحل هذه التدريبات كما هو واضح حفظ هذا النص كاملا لدينا الرابط الرقمي أن نوجه كاميرا الجوال عليه ستظهر الأهداف ويظهر النص وأيضا تستطيعون سماع هذا النص ومراجعته عن طريق عين الإسرائية الآن سنقرأ هذا النص يقول الشاعر عمر أعز الأسدي أمنعها عرينا وأشجعها إذا لاقت قرينا وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين سبيلك في الحياة سبيل جد سبيلك في الحياة سبيل جد فلا تتبع سبيل الهازلين فحي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتين وتبحث فيهم روحا شريفا فيلقون المتاعب باسمين فإن نزلت بأرضهم الرزايا ساعوا في دفعها متكاتفين وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشع الوطن الأمين فكن فينا رياضيا قويا وكن في الأرض إنسانا معين هناك نبلغ العليا زهوا ونرفع رأسنا في الرافعين إذن هذه قصيدة الشاعر عمر وكان يتكلم ويوجه الخطاب لفئة الشباب ومن يمارسون الرياضة وما هي نتائجها وكيف يصل الإنسان للعليا ويفخر بهذا الوصول ويرفع رأس من حوله كذلك هي سبيل جد وعمل وليست لا هزل ولا سخرية كذلك كأن الإنسان يزود نفسه بجسم شديد قوي صحيح وسليم من الأمراض لممارسة هذه الرياضة بإذن الله كذلك تغرس فيه خلقا شريفا عظيما بأن ينافس الآخرين منافسة شريفة يتمنى لهم الخير كما يتمناه لنفسه نعم وكل هذا يعود على ماذا كما يقول الشاعر بأن ينشأ هذا كله بأن يكون رفع له ولمن حوله ولا شك أنه بإسم هذا الوطن سيأخذ تلك الجوائز وتلك المكانة أو ذلك المركز المتقدم بين الآخرين ننتقل الآن نحن الآن في صفحة 76 سنكمل بقية حل التدريبات حتى نستطيع أن نتذوق ونفهم ماذا قصد بهذه الأبيات ولمن يوجه الخطاب وفي أي مجال كان يتكلم الشاعر الآن كما تلاحظون هذا التدريب أحلل أي أفصل وأوجه أسئلة وسنجيب عليها بإذن الله أجيب عن الأسئلة الآتية لأستخلص الفكرة العامة والأفكار الرئيسة إذن هنا لكل نص لابد أن تكون له فكرة رئيسة إما فكرة واحدة أو اثنتين بحسب ما يكون طول هذا النص وكذلك هناك أفكار جزئية على كل فقرة من الفقرات هذا النص هنا نص شعري له فكرة عامة وهذه الأفكار الرئيسة ستكون مندرجة تحت هذه الفكرة العامة سنجيب على هذه الأسئلة من خلال النظر إلى هذا الناس يقول ما الطريق الصحيح في الحياة هنا هذا السؤال واسع جدا هناك إجابات مختلفة لكن علينا أن نتشارك بالإجابات أن نحاول أن نفهم إجابة زميلك وكذلك أنت يا بنيتي حاولي أن تشاركي زميلتك في الإجابة لمعرفة الطريق الصحيح في الحياة من خلال هذا النص أو من خلال ما قصده الشعر ما الطريق الصحيح في الحياة سننظر فكروا جربوا العلم صيد والكتابة قيد واكتبوا كل الإجابات بجوار هذا السؤال حتى تثبت هذه الإجابة بإذن الله نعم نعم أحسنتم بارك الله فيكم هنا الطريق الذي قصده في هذه القصيدة هو الجد والاجتهاد وكل أمر نأخذه على محمل الجد والاجتهاد بإذن الله سيكون توفيقنا فيه ووصول إلى الهدف بطريقة صحيحة وسليمة وجهد أقل نعم أحسنتم هذه هي الإجابة عليكم الاجتهاد وعليكم الجد حتى تحققوا ما تريدون في المراحل الثانوية بإذن الله والجامعة وتحققون الطموح بما ينصح الشاعر في هذه الأبيات إذن هنا يوجه الشاعر نصيحة في هذه الأبيات وكانت واضحة وحاول أن يكررها عدة مرات بطريقة مختلفة ما هي هذه النصيحة ماذا كان يريد هذا الشاعر من فئة الشباب تشاوروا نعم فكروا في الإجابة والأقرب من خلال قراءتكم قراءة سريعة للأبيات تستطيعون أن تفهمون هذه النصيحة الموجهة لكل الشباب وخاصة الرياضيين نعم أحسنتم أبنائي هذه هي الإجابة الصحيحة قال بعد ممارسة أي عمل أو رياضة التنافس الشريف في مجالات الحياة على الإنسان أن يدخل كل أمر بجد واشتهاد وأن يأخذه جادا حتى يستطيع أن يكون خصما شريفا خصما يستحق أن يأخذ المكان العليا والمنزلة والتنافس الشريف في أي مجال اختاره سواء كانت الرياضة أو غيرها أو التجارة إلى غير ذلك لا بد أن يراعي الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الآخرين أن لا ضرر ولا ذرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أحسنتم هذا هو التنافس الشريف في جميع مجالات الحياة هنا ما فائدة الرياضة سبقا ذكرنا هناك سؤال يقول لماذا نهتم بهذه الرياضة ما هي العوائد على أجسادنا أو على أفكارنا أو على صحتنا أو على أخلاقياتنا كذلك إذن هنا يقول ما هي فائدة الرياضة فواعد عدة كثيرة لكن حاولوا أن تكتبوا مجموعة من الفوائد التي جاءت الآن في أذهانكم وسجلوها وهي الأقرب لا شك بعدما استوعبتم هذه القصيدة وفهمتم ماذا يقصد الشعر ما هي فوائد الرياضة سواء على الجسد أو على الفكر أو على الأخلاق إذن نعم نعم أحسنتم أبنائي إذن هذه هي الإجابة تقول جسد وتنشط وتقوم أيضا بتكسب هذا الإنسان أخلاق عالية ومعاملات حسنة عندما يتعامل مع منافسي كذلك سواء كان هو من سيربح هذه الجولة أو هذه الرياضة أو هذه المسابقة أو هو المركز الثاني أو خسر فيها يحق له أن يفخر بنفسه يعني دخل في هذا المجال زاد ثقته بنفسه تعرف على أشخاص جدد من هذا الفكر وهو فكر الجد والاجتهاد والعمل السؤال الأخير في هذه الصفحة يقول أو في هذا السؤال يقول ما الذي تغرسه الرياضة في نفس الإنسان ما هي الأمور التي بعدما مارس الرياضة بعدما اشترك في تلك الأندية بعدما اشترك في مسابقات السباحة بعدما اشترك في الفروسية بعدما اشترك في الرماية أنواع كثيرة من هذه الرياضات فلا بد أن يكتسب ويخرج منها بشيء مفيد له وعلى مستوى الصحة أو على مستوى الفكر أو التعامل أو الأخلاق فيقول ما الذي تغرسه الرياضة في نفس هذا الإنسان حاول أن نكتب الأبرز أو كل الرياضة لها فكرة واحدة أو كل الأعمال أو المجالات التي تمارس الإنسان لها فكرة واحدة تناسب كل هذه الرياضة فيقول هو الاحترام لا بد أن الإنسان يحترم من يواجه أو من يتعامل معه فهي بشكل عام تغرسه الرياضة في نفس هذا الإنسان احترام الخصم كذلك المثابرة البصول العمل الاجتهاد حتى يحقق ما يريده في هذه الرياضة أو هذه الممارسة أو هذا المجال على أن يثاب حتى لو كانت تجربته سيئة أو تجربة فاشلة عليه أن يجرب مرة أخرى حتى يصل إلى الجواب أو ما يريده من طموح وشغف ما زلنا في صفحة 76 لدينا سؤال هنا يقول أعلّل ما يأتي أعلّل وضع لي مجموعة من الخيارات الأول الأسئلة الثلاثة سأقوم بتعليلها يقول ذكر شاعر الأسد من بين الحيوانات لماذا ذكر هذا الشاعر الأسد لماذا اختار الأسد لم يختار حيوانا آخر إنما في البيت الأول مباشرة ربط أذهاننا بكلمة الأسد ذلك الحيوان الذي نعرفه بسماته القوية بأنه ملك للغابة الأسد وارتبط بمن بذلك الشخص القوي الإنسان الرياضي إذن هنا نستطيع أن نتوصل إلى الإجابة أحسنتم أبنائي الأسد يمتاز بماذا إذن أقول لأنه رمز للشجاعة والقوة والإقدام فهو أسد جسور لا يخشى أحد فالكل يخشى إذن كلما كان الإنسان محترما ومنافسا شريفا ويقدر الآخرين في علاقاته وينافسهم كما قلنا منافسة شريفة فهو سيكون رمزا للشجاعة والقوة والإقدام ننتقل للنقطة الثانية يقول تحية الشاعر للرياضة هنا الشاعر مدح الرياضة ومدح الرياضيين وكذلك من يمارسها وعلينا أن نمارسها إن لم نمارسها فنقول هنا تحية للشاعر لماذا وجه هذه التحية لهذه الفئة بالذات فكروا أبنائي نعم أحسنتم إذن تشاركتم في هذه الإجابة وهي الأقرب إذن نقول لأنها لغة بريئة من أي صراع غير شريف فهي شيء جميل فيه منافسة فيه سعادة فيه سرور على هذه النفس فيه نشاط كذلك تقوية هذا الجسد إذن من جميع النواحي ننتقل للسؤال الثالث أو النقطة الثالثة تكرر الشاعر كلمة كن كن فعل الأمر كن في البيت التاسع هنا ذكرها مرتين لماذا هذا التكرار نعرف أننا إذا كررنا الأمر ماذا نريد التكرار ماذا يفعل نفكروا يا أبنائي نعم أحسنتم إذن التكرار له فائدة وكرر الشاعر كلمة كن كن حصه على أن يكون في هذه في البيت التاسع مرتين لأنه يريد أن يحقق هذا الشيء فكرر هذه الكلمة وذلك للحث على الاجتهاد ونفع الآخرين عليك أن تكون إنسانا معينا تعين الآخرين وتساعدهم وكذلك تحقق ما تصب إليه من منزلة ومن طموح ومن شعف إذن هنا قمنا بتعليل هذه النقاط الثلاثة وعطينا إجابة عليها أحسنتم بارك الله فيكم لدينا سؤال ثالثا أستدل على القيم الدينية الآتية من الأبيات إذن لدينا قيم دينية في ديننا الشريف ذكرت تم تلميحة هنا أو لمحة فالعون والمساعدة ورقم اثنين الشرف والصبر العون والمساعدة أين ذكرت في أي بيت نفكر يا أبنائي ما الذي يناسبها من أننا نساعد الآخرين أننا نعين الآخرين نعم أحسنتم إنه فكن فينا رياضيا قويا وكن في الأرض إنسانا معينا إنه البيت التاسع كما طلب أن يكون رياضيا قويا هذا الاجتهاد هذا الحث هذا الجد كذلك أن يساعد الآخرين عندما يكون قويا نعم الشرف والصبر ظهر هذا المعنى بتلميح له الشرف والصبر على الإنسان أن يكون صابر أن يصبر على ماذا أن يحصل على المرتبة العليا فيما يريد أو فيما يدخل إليه من مجالات الحياة أي بيت يناسب هذا المعنى أي بيت يناسب هذه القيمة فكروا يا أبنائي نعم أحسنتم إنه هذا البيت وتبعث فينا روحا شريفا فيلقون المتاعب باسمين كلما كان الإنسان يحاول أن يصبر ويتحمل ويتجاوز الصعاب سيكون إنسانا سعيدا بعد ذلك وباسما كما ذكر الشعر إذن هذه صفحة 76 نعم ما زلنا بعدما انتهينا منها ننتقل إلى الصفحة الأخرى 77 بعدما ننشد هذا النص إنشادا معبرا نحاول أن نعطي كل كلمة الحركة المناسبة له وأن نركز وأن نعيد مرة أخرى لباس إن أخطانا أول مرة فالإعادة ستجعل أكثر صوابا هنا التذوق هذا هو السؤال الآن يقول أولا أحدد العلاقة بين الكلمتين فيما يأتي إذن هنا علاقة في الكلمتين بينهما علاقة ما هي هذه العلاقة الجد والهزل الجد وهو الاجتهاد والجد والعمل والهزل وهو السخرية والتكاسل والعجز إذن ما العلاقة بينهما كان يقول أبيض وأسود هناك فارق كبير بينهما نعم فكروا يا أبنائي نعم أحسنتم أنها قريبة لأن تكون نعم إذن تضاد أي عكس بعض يعني يختلفون تماما الجد يخالف الهزل والهزل يخالف الجد ويسمى بلاغيا طباق نعم أحسنتم هنا شداد والمتينة إذن هنا هذه الصفة أنه شديد وهذه الصفة الأخرى أنه متين قوي إذن من رابط بينهم هل هو تضاد كما في هذه الكلمة أي طباق لا بد أن نفكر في شدة وفي قوة ها المعنى إذن نعم أحسنتم بينهما ترادف الترادف هو القريب والمعنى والتشابه بين الكلمة ثانيا أختاروا من القصيدة شطرا شطر بيت يعني شطر الجزء الأول هي من الشطر الأول والشطر الثاني لا يريد بيت كامل إنما شطر واحد فيقول يصلح أن يكون حكمة نبحث الآن عن الأبيات التي ممكن أن تكون حكمة نستطيع أن نقولها في مناسبات أخرى خارج هذه القصيدة نبحث يا طالبات وطلاب الأعزاء عن شطر واحد فقط يريد إما الأول أو الثاني من هذه القصيدة ما الذي يكون فيه حكمة ونقوله عند أي مناسبة مشابهة لهذا الشطر أو هذه الحكمة فكروا نعم أحسنتم إنه عز الأسد أمنعها عرينا إذن هنا هذا الشطر الأول في البيت الأول هو ممكن أن يقول مناسبة لمن نال مركز الأول أو نال مكان متقدم ممكن أن يعطيه ثقة بنفسه أكثر وأمدحه وأثني عليه بهذا البيت يقول الشاعر هنا أعز الأسد أمنعها عرينا وأشجعها إذا لاقت قرينا كيف تظهر الشجاعة عند لقاء الأقران كيف تكون شجاعا محترما كيف تكون شجاعا صاحب حق كيف تكون شجاعا متحاورا ليس مجادلا ولا عنيفا مع الآخرين ها فكروا يا أبنائي كيف تتصرفون في هذه المواقف الجدية وتصرحون عما تريدون بحق وبدون تجريح وبدون خطأ على الآخرين وبكل احترام وتظهر القيم الدينية في تعاملكم مع الآخرين وفعلا تكون هنا التربية تظهر فكروا نقاط كثيرة ممكن أن نقول منها تظهر هذه الشجاعة بالتوكل على الله والاستعانة به ثم الثقة بالنفس بأنك صاحب حق وكذلك الإصرار على موقفك صحيح لا بد أن تسمع الآخرين صوتك وكذلك تعطيهم الأدلة والإثباتات وأن تكون واضح وأن تكون ندا محترما وشريفا حتى توضح وجهة نظرك للآخرين نعم أحسنتم أبنائي كتبتم هذه كما قلنا لا بد من الكتابة ولا بد من تسجيل الإجابات حتى تثبت هذه المعلومات إلى هنا انتهى درسنا وانتهى الجزء الثاني من النص الشعري رقم اثنين للشاعر عمر كان يتكلم عن الرياضة وعن الرياضيين وأنها مفيدة في هذه الوحدة ونلتقي بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته